وأكد مدبولي أن مصر حريصة على دعم الخبز رغم الارتفاع الجنوني في سعر القمح عالمياً مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في دعم الرغيف وتتحمل 20 مليار جنيه إضافية على دعم الخبز بسبب فارق أسعار القمح عالمياً كنا حرصين على استمرار دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني اللي حصل في سعر القمح على مستوى العالم عشان بس نبقى عارفين إحنا كمصر بنستهلك قدية مصر بتستهلك يومياً 270 مليون رغيف خبز مدعم بنقترب في السنة من 100 مليار رغيف طب إحنا طبعاً كلنا عارفين أن سعر الرغيف المدعم قبل زيادة القمح إحنا كنا بنشتري القمح من سنة كان سعر متوسط سعر الطن 260 دولار الفترة السابقة وصل سعر الطن ما يقرب من 500 دولار لكن خلينا ناخد المتوسط إحنا كان تكلفة رغيف الخبز علينا قبل ما تحصل هذه الأزمة كان تكلفته على الدولة ب60 إرش وكانت الدولة بتبيعه بالخمس قروش النهاردة طب تكلفة الرغيف قدية وصلت النهاردة مع زيادات القمح 80 إرش لكن ما زالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر اللي هو موجود والنهاردة متاح أنا بس حزبة بسيطة لو بنتكلم في 100 مليار رغيف في السنة وبنتكلم في 20 إرش فرق زاد تكلفة من 60 إرش لـ 80 إرش 20 إرش دول يعملوا 20 مليار جنيه إضافية على الدعم اللي موجود بالفعل للخبز شكراً للمشاهدة